فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول السائل العادة السرية هل هي موجبة للغسل؟ نعم إذا أنزل سواء بعادة سرية أو بغيرها إذا أنزل دفقا بلذة واجب عليهم غسل المدار على الدفق بلذة سواء بجماعة أو بغير جماعة يوجب عليهم غسل أو احتلم بالليل احتلم وخرج منه ماء يجب عليهم غسل أيضا ولو قالنا الله ما حسيت باللذة أنا نائم ولا دريت نقول نعم تغتسل لأن النام ما يدري ما يدري عن لذة ولا عن شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء أي الاغتسال يكون من خروج الماء هذا بالنسبة للاحتلام نعم لأنه يحس المستيقظ يحس لكن النام لا يحس نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة